أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38.098 شهيد و 87.750 منذ 7 أكتوبر من العام الماضي 2023 وأضفت أن قوة الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ما أصفر عن استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع تواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم